تركيب الاقترانات سابقا اخذنا اقترانين F و G وعملنا عملية عليهم 4 عمليات جمع طرح وضرب وقسمة ونتج عنه اقترانات جديدة وطلعنا دومين الاقترانات الاربعة الجديدة وكمان هما 6 اقترانات يطلعوا جدا العملية الخامسة هي عملية تركيب الاقترانات عندي اقترانين ممكن اعمل تركيب اقترانات اللي هم يعني F سيركل G للأكس نرمزها برمز السيركل اللي هي F بعد G كمان نقرأها F بعد G للأكس المقصود فيها انه انا بطبق الاقتران اول اشي بطبق الجي اللي هي الاقتران الاول وبعدين بطبق الاقتران الثاني على الجواب اللي هي العملية الثانية كمان ممكن بنفس الطريقة اعمل G سيركل F للأكس هاي رح تكون G بعد F هون رح يكون عندي مين الاقتران الاول رح يكون الاقتران الاول اللي هو الـ F والاجابة بتاعته بنعمل عليها نطبق عليها جيل اكس هلأ في عندي مثال هذا المثال اللي عندي هون في عندي F وفي عندي G بدي اشوف هلأ الصور لـ F سيركل G بدي اسأل عن F سيركل G للواحد بدي اسأل عن F سيركل G للتنين وبيدي اسأل كمان عن F سيركل G للثلاث هلأ F سيركل G للواحد اللي هي F لـ G الواحد F برجع للواحد صورة الواحد أربعة في الجي فرح تصير F الاربعة وF الاربعة بتساوي 7 فإجابتي 7 هلأ F سيركل G للتنين رح تكون F لـ G التنين من المثال G التنين خمسة فهاي F الخمسة وهون من المثال كمان F الخمسة اش بتساوي 8 فإجابتي 8 هلأ F سيركل G للثلاث رح تكون F لـ G ثلاث G ثلاث 6 فرح تصير F الستة هلأ لو أجينا نكمل من لاحظ أنه F الستة ما قلها صورة يعني الستة لا تنتمي لدمين الـ F هون الستة لا تنتمي لدمين الـ F فبالتالي هون رح نحكي Undefined Undefined يعني الثلاث هاي مش موجودة في دومين الـ F سيركل G ليش مش موجودة بدومين الـ F سيركل G لأنه صورة الثلاث في الـ G تساوي 6 والستة مش موجودة بدومين الـ F أوكي هلأ لو أجينا لو أجينا على دومين الـ F سيركل G اللي هو رح يكون الـ 1 والتنين فقط لو سألتك عن الرينج الرينج رح يكون طبعا أي جال 7 والثمانية ما سلأ تركيزنا على الدومين أوكي إذن دومين الـ F سيركل G اللي هو رح يكون فقط الـ 1 والتنين الآن أكيد دومين الـ F سيركل G إلو علاقة بدومين الـ F ولو علاقة بدومين الـ G لأنه هو ناتج عنهم الـ Function يعني ناتج عن عملية بين الـ F وال-G فأكيد إله هو علاقة فمننا نطلع دومين الـ F ودمين الـ G دومين الـ G من المثال و-1 و-2 ودومين الاف اللي هو رح يكون الاربعة والخمسة اول ملاحظة بنلاحظها هون انه دومين الاف سركل جي هو جزء من دومين الجي هاي بتساعدني لأكتب قاعدة دومين الاف سركل جي اكس تنتمي لدومين الجي لكن مش كل الارقام اللي بدومين الجي انتقلت لدومين الاف سركل جي الثلاث ما انتقلت طبعا ليش الثلاث ما انتقلت هذا السبب لانه الثلاث صورتها ستة والستة لا تنتمي لدومين الاف هذا هو السبب اذا في عندي هون الاكس اللي انا بحكي عنها لازم تكون صورتها بالجي موجودة بدومين الاف مشان تكون موجودة بدومين الاف سركل جي طبعا هون الترتيب كتير مهم يعني دومين جي سركل اف رح يختلف لانه انا رح ابدأ بدومين الاقتران الداخلي وبعدين صورته اف اف اكس تنتمي لدومين الجي فاذا الترتيب هون عندي كتير مهم اوكي هلا بنا ناخد مثال على تركيب الاقترانات مش هننفهمه اكثر اف اوف اكس بتساوي اكس تربية ناقص واحد وجي اوف اكس بتساوي ثلاث ناقص اكس تمام هلا بدي اول مطلوب عندي اللي هو اف سيركل جي للسالب واحد اف سيركل جي للسالب واحد طبعا عندي هون قواعد الاقتران فرح تكون اف لجي السالب واحد بطبق في الجي رح تكون اف طبعا ثلاث ناقص سالب واحد تحت الجذر اللي هي اف اوف تو بطبق بالاف بتصير اثنين تربية ناقص واحد بتساوي اربع ناقص واحد ثلاث اوكي هلا مطلوب ثاني هون بس انا بدي عند نقطة يعني اما مثلا ممكن يطلب عند قاعدة مثلا جي سيركل اف للاكس يعني انا هون بدي اطلع القاعدة فرح اعمل جي للاف اوف اكس جي بحط اف اوف اكس اللي عندي اكستر بيا ناقص واحد هلا باجي على باجي على الجي مكان الاكس هاي بحط الاقتران اللي عندي هذا اكستر بيا ناقص واحد فرح يكون عندي جذر ثلاث ناقص اكستر بيا ناقص واحد دخل الاشارة السالبة على القاوس نجمع الحدود المتشابهة بتصير عندي اربع ناقص اكستر بيا هاي قاعدة الاقتران اللي هو جي سيركل اف طيب لو طلبت العكس بدي اف سيركل جي للأكس اف لجي الاكس نحط الاف هاي جي الاكس اللي هي الجذر هلا برج على الاف برج على الاف بطبق مكان الاكس تربية بحط مكان هذا المقدار اللي هو الجذر فبيصير عندي ثلاث ناقص اكس تحت الجذر هاي الكل تربية ناقص واحد التربية بروح مع الجذر بضغط 3 ناقص اكس ناقص واحد اللي هي 2 ناقص اكس هاي قاعدة الاقتران طبعا منلاحظ هون من المثال 2 و 3 من انه جي سيركل اف لا تساوي اف سيركل جي العملية مش تبادلية زي الجمع مثلا والضرب زي القسمة والطرح مش تبادلية طيب هلا بنا نسأل عن الدومين بدي اطلع مثلا كل هاي الاقترانات اللي عندي بدي اسأل عن دومين الاف وبدي اسأل عن دومين الاف سيركل جي وبدي اسأل عن دومين الاف سيركل اف اوكي طيب نيجي لدمين الاف دومين الاف بما انه الاف كثير حدود فدمينها رح يكون ار دومين الجي اللي هي عندي جدر تربيعي فالجدر التربيعي 3 ناقص اكس اللي داخل الجدر لازم تكون اكبر او تساوي صفر يعني الثلاث اكبر او تساوي الاكس معناته الفترة عندي من سالب ما لا نهاية لثلاث مغلقة دومين الاف سيركل جي ودمين الاف سيركل اف رح نطبقهم عن القاعدة اللي من شوي اوكي طيب خليها هيك وهذا موضوعنا يعني دومين الاف سيركل جي نحط القاعدة اكس تنتمي بنكون دقيقين من الاقتران الداخل ومن الاقتران الخارجي اوكي هلا اكس تنتمي دومين الجي هاي موجود عندي اللي هو من سالب ما لا نهاية لثلاث and جي الاكس جي الاكس اللي هي ثلاثة ناقص اكس تحت الجدر تنتمي لدمين الاف اللي هو عندي بالمثال ار اوكي هلا هاي العبارة بدي احلها المفروض طلق الجزء الاول هذا ما بشتغل عليه ولا اي شي اكس تنتمي من سالب ما لا نهاية لثلاث بينزل زي ما هو هلا الشغل كله على الجزء الثاني لكن بهذا المثال بالتحديد ما في شغل ما رح اعمل اي شي ليش لانه هلا الكس طبعا اوكي الكس ما في عليها شغل من سالب ما لا نهاية لثلاث المقدار هاد بما اني انا اخدت الكس مناسبة من سالب ما لا نهاية لثلاث فرح يكون دائما اجابته في R فهاي العبارة دائما صحيحة يعني شو ما طلعت اجابة الجزء رح تكون في R فما في شغل هون اشتغله فبالتالي رح يكون اجابتي فقط اللي هو دومين ال F سيركل G اللي هي الفترة من سالب ما لا نهاية لثلاث العكس اللي هو دومين ال G سيركل F نشوف شو رح يطلع معنا طبعا هو اقتران مختلف اكس تنتمي من دومين الاقتران الداخلي and سوري كتبت انا الاقتران لازم اكتب دومينه and F of X تنتمي لدمين الاقتران الخارجي اوكي X تنتمي دومين ال F اللي هو حكينا عنه R and F of X اللي هي اذكركوا فيها اللي هي كانت بولوناميا الاكستربيا نقص واحد تنتمي لدمين الجي اللي هو دومين الجي من سالب ما لا نهاية لثلاث مثل ما اتفقنا الجزء الاول ما عندي عليه شغله هلأ ال and بتصير تقاطه هلأ الجزء الثاني هاي اكستربيا نقص واحد تنتمي لسالب ما لا نهاية لثلاث لأ لازم هاي احلها بحيث انها تصير X تنتمي مشان قادر اعمل عملية التقاطه فهاي العبارة بدي احلها باجي هون على جنب وبحلها X تربيا نقص واحد تنتمي لسالب ما لا نهاية لثلاث هاي عشان احنا بدي احولها لمتباينة يعني X تربيا نقص واحد اقل او يساوي ثلاث بجيبه الثلاثة لهون بتصير X تربيا نقص اربع اقل او يساوي صفر اوكي حولها لمعادلة حل المعادلة موجو سالب اتنين هلأ خطت اعداد بسيط هاي سالب اتنين وهون اتنين طبعا بما انها عبارة تربيعية رح يكون على الاطراف نفس اشارة X تربيع وبذوسط عكس الاشارة هلأ انا بدي X تربيع نقص اربع اقل او تساوي صفر فمنطقتي هون اجابتي اجابتي من سالب اتنين لاثنين يعني X تنتمي سالب اتنين لاثنين فهلأ هاي باجي بحطها هون حلتها هلأ صارت عندي عملية تقاطع بقدر اقاطع هلأ R تقاطع الفترة من سالب اتنين لاثنين شو رح يكون اجابتها من سالب اتنين لاثنين هذا دومين G سيركل F مثال مثال ثاني لأيجب